على صعيد النقد السينمائي وهنا يتسأل خبيث ما هل لديه يصغي للنقد؟ جواب نعم ونعم بقوة وخصوصا إن كانت الكلمات مذيلة باسم من عرفها بأنه عميد النقاد السينمائي العرب صاحب الريادة في تخرجه من المعهد العالي للفن المسرحية قسم النقد في الدفعات الأولى عام 1965 المشترك في إصدار العديد من المجلات السينمائية منذ عام 1969 وحتى الآن والصادر له ما يزيد عن الخمسين كتابا تأليفا وترجمة إنه الصحفي الذي انسال حبر قلمه لأجل فيلم ما صار الفيلم يستحق المشاهدة يشرفني أن يكون أحد ضيوف مهرجان دمشق السينمائي 18 وضيفي الناقد والمؤرخ السينمائي الكبير سمير فريط بالعادة النقاد لا يمتدعه ها طبعك مصبوك ما يستحقوش لا مش ما يستحقوش مزعيجي عندك عدوات كتير أستاذ سيدي لا 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 عدوات قليلة جدا وعدوات عابرة اشتركوا في القناة